اشتركوا في القناة جاء ذلك في كلمة للمملكة والتي ألقاها القائمة بأعمال وفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق أثناء لحاطة سنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقال العتيق أن شراكة المملكة مع الأمم المتحدة تتمثل في كون المملكة أكبر مساهم في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والدعم الذي تقدمه له لبناء قدرات الدول الأعضاء وفي المساعدة على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا المجال وأكد العتيق أن المملكة تعمل باستمرار على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب مع الأمم المتحدة كما أكدت المملكة ضرورة أن يكون التنوع بين الأديان والمعتقدات والثقافات المختلفة مصدرا لتقوية أواصر الأخوة الإنسانية لا أن يكون مصدر ضعف وانقسامة جاء ذلك في كلمة المملكة والتي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق في الفعالية التي نظمها مكتب تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وقال العتيق أن المملكة شاركت إلى جانب أشقائها الإمارات ومصر والبحرين في التقدم باقتراح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يجعل من يوم الرابع من فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بالأديان والمعتقدات المختلفة والتنوع الثقافي بين المجتمعات البشرية تجاوز إجمالي وعدد الجرعات المعطام لقاح كورونا في المملكة 58 مليون و400 ألف جرعة حيث بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعتين 23 مليون و787 ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من 25 مليون و650 ألف شخص من سكان المملكة هذا وأعلنت الصحة عن تسجيل 300013 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1056 حالة إضافة إلى ثلاث حالات وفاة رحمهم الله ذكرت إحصائية أمريكية أن إجمالية الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى أكثر من 393 مليون وأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 5 ملايين حالة وأضافت الإحصائية أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من الإصابات حول العالم بأكثر من 76 مليون إصابة أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني أن وحداتها القتالية حققت انتصارات كبيرة على مليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران بالجبهة الشمالية الغربية لمعربة وقالت القيادة أن المليشية تكبدت خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت أمس أنها تقدمت باتجاه عمق مدينة حرض بمحافظة حجة غرب البلاد من محورين وأن قوات الجيش تمشط الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة حرض وسط اشتباكات عنيفة مع مليشي الحوث المتحصنة داخل المدينة في الرياضة يلتق اليوم الهلال السعودي حامل لقب دور أبطال آسيا بنظيره الجزيرة الإماراتية في ربع نهائي كأس العالم للأنديا وكان الهلال قد تأهل بعد تتويجه بلقب دور أبطال آسيا الإمارة الرابعة في تاريخه بفوزه على بوهانكستيرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد يذكر أن الهلال قد أدى ميرانه الأخير الذي يسبق مواجهته مع الجزيرة الإماراتية على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في أحوال التقص توقع المركز الوطني لإرصاد استمرار خفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يزال النشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران ويتوقع أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبع أن يتكون الضباب خلال الليلة وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتين الحدود الشمالية والجوفة احتمام مجا شكرا لطيب المتابعة في أمان الله